مملكة البحرين مملكة البحرين لتعزيز السلم العالمي والعيش المشترك ومن ضمنها الدعوة إلى أقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية ولفت السفير إلى ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة في الخطة الجديدة للسلام بما في ذلك الحاجة إلى تطوير استراتيجيات وطنية للوقايا والتصدي للعوامل المختلفة التي تؤدي إلى العنف والصراع في المجتمعات بما يضمن ترسيخ قيم التسامح والتضامن وأكد السفير على أهمية الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للتوصل إلى حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة وعلى رأسها وضحد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير احتياجاته الأساسية وأضف المندوب الدائم أن الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين خلال شهر مايو الماضي عكست حرص المملكة على العمل العربي المشترك من أجل تلبية تطلعات الشعوب والأجيال المقبلة في التنمية المستدامة والعيش بحرية وأمان وكرامة ترجمة نانسي قنقر